النهاردة عندنا حلقة خاصة جداً حلقة مختلفة عن كل الحلقات النهاردة بنحتفل معاكم بعيد الأم الأم طبعاً مجرد ما بقول الأم الواحد بيحس إن قلبه بيدق وكل كيانه بيتحرك لإنه بيحس فجأة أول ما بقول أمي بحس بالحنان والعطاء اللي من غير حدود الأم يعني الست اللي من أول ما الدكتور بيقول لها أنت حامل وأول ما بتحس إن فيه جنين بيتحرك من جواها البنت اللي شايلها أو الولد اللي شايلها أول ما بتلاقيه على وش الدنيا بتنسى نفسها وبتنسى أي حاجة وبيبقى هو ده أهم حاجة في حياتها كل سنة وكل أم طيبة كل سنة وكل ست تعبت وضحت وربت وكبرت وهي بخير كل سنة وأمي وأمهاتكم جميعاً موجودين معانا منورين بيوتنا يا رب يديهم السحة يا رب يا رب يدي السحة الأمي وكل أمهات المسلمين وكل الأمهات اللي بتتفرج علينا عايز أقول إن في عيد الأم يعني إحنا يمكن بنفتكرهم قوي وبنقدر قوي في يوم واحد في السنة اللي هو عيد الأم لكن حقيقي أحكي لكم عن نفسي زمان قبل ما اتجوز كان دايماً كنت بعمل مشاكل طول وقت مع أمي في البيت كنت شقية وكنت هايبر وكنت أي فكرة تطق في دماغي لازم أعملها وكنت بعمل مشاكل في المدرسة وبعمل مشاكل في الجامعة يعني بجد يعني ربنا خليك لي يا أمي استحملتيني كتير يعني اللي قاعدة قدامكو دي دلوقتي إعلامية رازينة كده كنت بعمل مشاكل غريبة جداً وأنا صغير فكانت دايماً أمي في عز ما هي بتبقى زحلية نومتدايقة وبتعاية تقولي بكرة تتجوزي وتخليفي وتعرفي يعني إيه أم فقولها طيب زي أي بنوتة دولايات السفرية يا ستي ماشي يا ستي ماشي حاضر وبتعلم ما بقى إن شاء الله فحقيقي يعني ما كناش بنحس قد إيه إحنا بنتعبهم وما كنتش قد إيه بحس بكم التضحيات والصحة والرعاية لما كانت تصحى معانا في المدرسة ساعة ستة الصبح عشان تحضر لنا الفطار وتعمل لنا الساندوتشات لدرجة لبس المدرسة اللي كان بتحضره وتكويه وتفضل صحي عشان تطبخ الغد عشان وإحنا جايماً من المدرسة يبقى فيه أكل طازة يعني إيه ده أنا ما برجع كده الورى ولما ابتدت بقى اتجوزت وخلفت يا نهى ربيد التعب ده إيه الشقة ده قد إيه الأم دي بتتعب فيه ناس راحت من قلوبهم الرحمة والغريبة إن البنت اللي ما بتسألش على أمها دي سنين البنت اللي ممكن تكون رمية أمها في درمه السنين وهي مخلفة يعني هي عارفة يعني أم وعارفة لقلب الأم غريبة دي أنا بسميها حالات فردية أو حالات مريضة يعني مقدرش أبداً أنا عايشة وربنا مديني الصحة وربنا مديني نعمة وربنا مديني صحة وفلوس إن أنا أقدر أراعي أمي وأقدر مدام بامشي على رجلي يبقى أشوف أمي وراعيها فبلاقي بقى الحالات دي اللي هو سايب مامته في درمه السنين سايبها مامتها عشان ولادها ودوشة وكتير والبيت صغير وحاجات كده غريبة ترجمة نانسي قنع